اشتركوا في القناة للبنانية منتمنى انه ينتهي على خير بأقل خسائر ممكنة أكيد الأهم هو انه ننتبه على البشر ننتبه من بعده أكيد على كل هالمباني على كل هالأحراش يلي فعلا عم بتكون عم تحترق بشكل مأساوي جدا عم نتابع طبعا اليوم مع فريق الأخبار تغطية مباشرة لكل المناطق يلي فيها حرايق اليوم بلبنان خلوني بلش بتحية كتير كبيرة لعناصر دفاع المدنة اللبناني والله يحميهم أكيد في شوية هيكي إصابات إن شاء الله تكون طفيفة تحية لكل المراسلين بلبنان يلي موجودين على الأرض أكيد نتمنى أنه يكونوا عم بنتبهوا على حالهم ما حدا تصيبوا أي مكروه ونحن اليوم من خلال أم تي في ألايف وبالتعاون مع فريق الأخبار أكيد رح نكون عم نتابع وناخد كل الأخبار وإن شاء الله ما بتكون إلا أخبار حلوة رح نجرب كمان من خلال نهارنا ونحن دايما بأم تي في ألايف يلي هو برنامج توعوي نقدر نساعدكم مشاهدينا لتقبل هالمشاهد يمكن الصعبة لتقبل كمان العيال يلي عم يضطروا يظهروا من بيوتهم مع أولادهم لا هالمواضيع هايدي نبدأ نهارنا لكين بي فاميلي نجرب نحكي أكتر عن الشئ النفسي خصوصي مع الأولاد والعيال بي هيك ظروف فاميلي بعد سوين دكتور أحمد عويني دكتور بي علم النفس التربية موجود معي أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا لوجودك معنا بي هالسرعة لحتى نحكي اليوم بموضوع الكوارس البيئية أو الكوارس الغير متوقعة اليوم نحنا كيف بدنا نفسرها للولاد شفنا عيال عم بيضهرون من بيوتهم عم نشوف كمان مشاهد على الشاشات يعني كمان قاسية شوي خصوصي بالنسبة للولاد اللي بعد ما شهدوا على هيك أمور نحنا اليوم كعائلة كيف بدنا نتصرف كيف بدنا نفسر شو دورنا وكيف بدنا نعالج هيك شوي هالوضع الدقيق ونفهمه لأولادنا أكيد في إشياء كتير بتنقال وأهم شيء أنه ينتهي هالمأساة على خير لأنه الحقيقة الشيء ما شهده لبنان أبدا يعني بهالحجم وبهالكمية وبهال يعني على مساحة القدي شاسعة فهي أهم شيء أنه نقدر نتخطى هالكارسي هلأ بتعرفي بالكوارس الطبيعية في عندك شيء بيصير مثلا قبل يعني لنقول نقدر نعمله وقاية ونجرب نحط مجهودنا أنه يكون فيه وقاية يعني أهم شيء أنه ما نكب تعرفي ورق وإشياء بتحترق ومواد قابلة للاشتعال بالغبات وبالأحراش عنها وهذا أساسي لازم نوعي لكل الناس كيف يتعاملوا مع إذا في حريق فيه بتعرفي فيه خطوات لازم يتبعوها وهذا شيء بيبلش بالبيت لازم يصير بالمدرسة كيف ما يتنشأوا الدخاء بس الأسف لليوم بعد فيه نقص بهالمواضيع يعني بالتوعية منفتكر أنه ما رح تصير يعني أو أنه خلص أنه بتصير شوي بيحرش بمنطقة معينة والدفاع المدني بيستلم زمام الأمور لا يمكن اليوم دور كل شخص منه كمان نحن دور المؤسسات التربوية الإعلام كل الليجان المعنية والوزارات المعنية أنه تعمل توعية حتى ما نوصل لهون يعني الحريق رح بيصير يمكن جزء من التفكير هي عقلية معينة مطاليتين وشوي قدرية إن شاء الله ما بيصير شيء وعرفت فلازم يكون جزء أساسي من أي منهاج تعليمي لازم يكون فيه دريلز يعني هكي مثل دورات إذا بحال في حريق شو بيعملوا الأولاد من كل الأعمار ضروري جدا لأنه كلما الإنسان يكون متوقع المشكل محضر له كلما نفسيا بيقدر يتعامل معها بشكل أفضل أكيد وما بيصير فيه هلع ما بيصير فيه بانيك ما بيصير فيه خوف بغير محله فهيدا قبل الحريق قبل الكارسة الطبيعية هلأ خلال الكارسة هو أصعب شي فيه عنصر الغير المتوقع لأنه هلأ نحن بوضع ما بنعرف شو سقفه ما بنعرف شو بده يصير وهيدا بيعمل كتير سترس هلأ سترس نحن بنحس فيه كأهل وبدنا ننقله بشكل مباشر أو غير مباشر لأولادنا لأن أولادنا بيطلعوا فينا ويشوفوا ردات فعلنا وبيسمعوا الحكي اللي منقوله وعبروا يا أما بيخافوا وبيقلقوا كتير يا أما بيرتاحوا أن الوضع ما هلأدي بيخوف أو بيعتبروا يمكن أن هذه الحياة فيها أوقات مشاكل وفيها أوقات جماليتها دائما هم أن الولاد يكونوا بيعرفوا أساسا أن الحياة منها دائما رواق هلأ سيكتشفوها يعني عاجلا مقاجلا تعرفي لأن الحياة كلها طلعت ونزلت يعني هبة باردة هبة صخنة فأكيد هلأ سيتعرضو لها بطريقة أو بأخرى ولبنان بلد كتير فيها بيت صخنة للأسف يعني هلأ الأهم شيء يحكم على أولادهم يفسروا لهم شو عم بصير يفسروا لهم شو السبب أهم شيء يطمنوا لهم بالهم أنه يمكن هذه الحراية ما لح توصل لعنا هي بمناطق نائية فيها أحراش مناطق السكنية لأنه ما فيها شجر أو أشياء من هالنوع ما لح يكون فيها عننا هالخوف وأهم شيء يعطيوهم أحساس أنه كل شيء تحت السيطرة كل شيء لح ينتهي وهلأ مثلا إجت الهليكوبتر من أبروس وكل شيء يدخان تحت السيطرة هالأمور هاي نوع من السئة لازم يعطيوهم سئة أنه كل شيء under control قبل ما نتابع أنا بحب أطلب من كل المشاهدين يلي بحبوا يتصلوا فينا يتصلوا على 0464 حتى يمكن لو بحاجة اليوم لمساعدة أو بحبوا يعلمونا بما كان يمكن بعد ما حدا نوصل له بحبوا يواجهوا نداء اليوم من خلال شاشتنا أكيد الهواء مفتوح لكم مشاهدين على 0464 ابتداء من هاللحظة أو أيضا لطلب مشهورة اليوم من دكتور عوينيالي موجود معنا السئة قدام هم قدام هم كمان أنه الأهل هن يكونوا محضرين لأنه نحن مش بس أنه نقدر نساعد ولادنا لنقدر نساعد ولادنا بدنا نكون نحن كمان عنا القوة الكافية لحتى نستوعب مشاكل وأمور ليه عنا بلبنان منحس أنه الإنسان أوقات يعني ما عنده قدرة يتحمل بيلوم غيره بيكبة على غيره بينطر لحتى جهات تانية تجي تستلم زمام الأمور عنه أديعنا إياها بلبنان دكتور هي جزء من الطبيعة البشرية إنه لأن الإنسان يعترف بخطأه مش بس بلبناني لا لا بشكل عام هلأ الإنسان يعترف بخطأه شغلة صعبة لأنه بيعطي إحساس جدا مزعج نفسيا مثل المرض فمنجرب نبعده عن حالنا حتى الشخص إذا يكون نلقت بمكان عم يعمل شي غير أنوني أو غير أخلاقي تغري بيلوم غيره لأنه الإحساس بالمسؤولية منا سهلة بشكل عام هلأ لبنان بالتحديد نحن بلاد أو ثقافة ما كتير عندها فكرة تحمل المسؤولية والاعتزار والاستئالة إذا بدك إذا كان فيه مسؤولية بالطال شخص بموقع رسمي لأنه يكون فيه تأثير بمكان ما نحن ما عندنا هالثقافة تحمل المسؤولية يلي بتلاقيها بغير بلدين فهيدي طبعا بتصير جزء من التفكير الجماعي طبعنا وبتصير دايما نفكر أنه يعني فيه حدا حرائق مؤامرة مفتعلة في طرف طبور خامس عم بيجي عم بيفتعل هالأشياء يعني دايما فيه عندك هالتفكير والسوشيال ميديا مفروضة مثل الحراية بيصير بيمتد بهالشكل المخيف بتكون خبرية وإشاعة بتمتد بيكون فيه حريقة عم بتصير بمنطقة مصارت ببلشو يتنقلوها بلاحظات بسواني فكلها هاي بتزيد حالة الهلع والهستيريا اللي نحن عم نعاني لنا مهم الموضوع بين الإعلام والوسائل التواصل الاجتماعي رح نحكي عنه لحتى كمان يعرفوا الناس وين يتوجهوا ليأخذوا المعلومات لحتى ما يغرقوا بها الحالة من السترس اللي بتصير مثل كرة السلج عبر السوشيال ميديا خليني أخذ اتصال مع أمين عام صليب الأحمر اللبناني السيد جارج كالتاني رح بيكون معنا بعد شوي على الخط لحتى كمان ناخد منه بعض المعلومات عن عناصر صليب الأحمر أكيد يلي هني على الأرض وأكيد منقدر ناخد شوية معلومات عن الإصابات البشرية يلي بالمناطق اللبنانية لكن نعطرين الاتصال من السيد جارج كالتاني عم نحكي بين الإعلام والوسائل التواصل الاجتماعية اللي صارت هي نوع من إعلام خاص لكل الناس شو لازم يعملوا الناس بي نهار مثل هيدا ينتروا بس الوسائل الإعلام المعتمدة بين الراديو بين التلفزيون أو بيقدروا كمان يعملوا هكي تشك أب خلين نقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ممكن يكون منضر لقلو هلأ طبعا الإعلام الرسمي مثل أخبار مثل موقع وزارة موقع دفاع مدني يمكن هي أفضل وأصدق موقع تاخدي منه المعلومات بس كمان إذا الشخص بيقعد يحضر أو يسمع أخبار بشكل مستمر كمان هيدا بيزد له نسبة الضغط طبعه النفسي والتوتر فالأفضل يبعد شوي إذا خاصا هو بمنطقة آمنة ما فيه ريسك عليه ويبعد شوي لأنه هيدا لحيدله عم بيخليه يعيش هالحالي بشكل مستمر ويضله نطر أخبار عاطلة هلأ الناس يلي هني بقلب الحدث يلي طبعا بدون يتابعوا شو عم بصير بمنطقتهم بضيعهم طبعا عندهم يعني مصلحة أنه يعرفوا شو عم بصير ليتطمنوا والأفضل شي يتواصلوا مع ناس بالمنطقة لأنه هني أكتر شي لحياتون أخبار مثل ما عم بتصير مش أخبار نقدر أن تلفن يعني بكل بصير متنائلة من شخص لشخص وطبعا الخبرية بتكبر مثل 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 بولدوناج بتصير لما يتويردوا يعني من شخص لشخص يتنائلها وما بتكون طبعا إلا مصدائية فدائما المصدائية بتجي من مواقع رسمية أو الشخص اللي ناطق رسمي باسم جمعية مثل بالأحمر أو دفاع مدني أو محطة أخبار مثل كون أكيد ويعني هيك إذا بدنا نشوف على وسائل التواصل الاجتماعي نروح على هالمواقع الرسمية يلي بتعطينا الخبر بشكل دقيق وبشكل رسمي لحتى ما يكون في خوف منه مبرر رح نتوقف شوي ومنرجع من تابع حديثنا ترجمة نانسي قنقر